من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته في الجلسة الافتتاحية استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الدول العربية لتحقيق السلام في كافة أرجاء المنطقة وفيما يتعلق بالوضع القائم في سوريا أكد الأمين العام أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في سوريا يجب أن يكون سياسيا وأن الأمم المتحدة ستسعى بكل الطرق إلى إنجاح مفاوضات جينيف وفي الشأن الفلسطيني أكد الأمين العام إلى حل الدولتين وهو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة مضيفا أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بحسب كل القوانين الدولية جوتيريش أشار أيضا في كلمته إلى أن الأزمة اللاجئين داعيا جميع الدول إلى التعاون من أجل إيجاد حل للحد من معاناة اللاجئين